زيك يا بنات عاملين ايه وحشتوني جدا تلات مرة صور لكم المقدمة دي بتفشل بجد وما بعرفش ان انا اسيطر على الدنيا يعني المهم ان انا وحشني جدا ان انا اتكلم معاكم في المنتجات وعمل لكم قرارة النهاردة ان انا صور لكم الفيديو ده عايز اقول لكم بجد الفيديو ده غالي عندي جدا لاني بقى اللي كتير مطلعتش تكلمت معاكم كده بوشي في اليوتيوب وقعد معاكم كده وانا التناقش فتعالوا بينا نبدأ على الفيديو على طول حطيلي لايك للفيديو ده واشتراكلي القناة لو اول مرة بتشوفيني وشجعيني لان اليوتيوب محبت جدا في المشاهدات في الارباح في التفاعل كل حاجة فيه بتحبتني جدا بتخليني مش حابة نازل اي حاجة على اليوتيوب اصلا فلما تشجعوني انا كمان هتشجع ان انا نزل لكم فيديوهات اكتر واكتر تمام يلا بينا نبدأ النهاردة اساسيات العناية ببشرة الجسم والبشرة في الشتاء تمام لان احنا طبعا عناية بالصيف خالص يلا بينا نبدأ على طول كده عشان وقت الفيديو اول حاجة هبدأ بيا هي المرتب بتاع الجسم مرتب الجسم اللي انا بستخدمه الفترة دي هو المرتب ده من جليسوليد حجم 200 ملي سعره تغياله قبل الغلاء كان بكام كان بتلاتين جنيه معرفش بعد ما الدنيا غلية او الدولار زادة يبقى سعره كام ولكن هو كان بتلاتين جنيه من الصيدلية متوافر في كل الصيدليات اقتصادي جدا حجم متن من لي على تلاتين جنيه سعر مناسب جدا الحجم مناسب جدا حبيته قوي ترتيبه متوسط كويس لو انت جسمك بيجف او هتبقي محتاجي حاجة ترطبها اعلى من ده بشوية بس ده كان معي ممتاز جدا حبيته بترجع كبيرة بيقوله ان فيه بريحة المسك ولكن اللي معي ده بدون ريحة خالص يعني يكاد يكون ريحته اقل كمان من جليسوليد اللي بيبقى في الصفيح ده حبيته الابليكيتور بتاعته او الفتحة بتاعته بتكون من هنا كده حلوة برضو جميلة بتسيبه كده شوية عشان كل البرودكت تنزل عشان ينزل معاك بكل سهولة حبيته او هرجع كراره تاني لانه جميل بس انا نفسي بجد ارجع كرار منتجات عمري ما جربتها فاهمين قصدي يعني نفسي اجرب منتجات كتير عشان اقدر اكلمكم عنها كده لو عملتوا لي لايك للفيديو ده واشتراك وشجعتوني وكمنتات حلوة هصور لكم فيديوهات بوشي كتيرة جدا تمام تعالوا بقى بقى الجسم لازم نرطب ايدينا ورجلنا في الشتة لحاجة اساسية لازم طبعا نرطب الايد والرجل دي حاجة كده حاجة اساسية خالص 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 صف وشتة اصلا بس انا في الشتة لازم تهتمي اكتر بترتيب الايد والرجل طيب هنستخدم ايه لترتيب الايد والرجل هنستخدم المرتب ده بتاع اورفلام ليه الايد طحفة جدا كنت جايباة من اورفلام كان معاي صابونة الصابونة طبعا لسه ما استخدمتاش ولكن انا استخدمت ده طحفة جدا قاعد معاي تخيله بقاله ستة شهور باستخدمه كل يوم باخد نقطة بتكفي ايدي اللي اتنين بيديني ترتيب كواس جدا بيديني ريح الواقوي لونو بينكي كده من جوا اه هو مش عارفة بينزل في الكاتالوج دلوقتي ولا لا انا كنت جايباه في عروض الفالنتين سنة اللي فاتت وما استخدمته شلت وطلعته في بداية السنة دي وبدأت ان انا استخدمه طحفة جدا عاجبني بس عمتا مرتبات ايفون وارفلام من افضل المرتبات اللي انت ممكن تستخدميها لرجلك او ليدك انا بحب مرتبات ايفون بصراحة اكتر كمان اقتصادية وترتيبها عظيم وبعد كده معي ترتيب القدم طبعا انا هبصل الكاميرا شوية وهبصل هنا شوية تمام اه ترتيب القدم مهم جدا انا جربت حاجة كتير اوي للقدم جربت مرتبات الجسم استخدمها لرجلي وجربت كمان منتجات كتير اوي للقدم ما عاجبنيش غير اتنين اول واحد بتاعه لونا هو مش معي النهاردة بس اف كورس هرجع قراره تاني تاني واحد اللي هو ده من كرباميت كلمتوك كتير عنه على تيك توك حبيته 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 ده شكله مرتب ده بتاعك 400 سعره 11 جنيه كان سعره 9 جنيه هو اغلى شوية بس الغلاق بتاعكم بسيط جدا بقى دلوقتي سعره 11 جنيه من الصيدلية طحفة 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 فيه نسبة يوريا بتقشر الرجل حبيته جدا جدا واه هرجع اقراره كذا مرة بحبه بحبه كتير 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 يعني فجربوه على ضمنتي هيقض معاك فترة طويلة هيرطب رجلك بعمق في نفس الوقت فيه نسبة تقشير هتجدد خلايا رجلك حتى لو انتي ما عملتيش بديكير لوقت طويل فهتحسي بفرق كبير جدا طيب بعد كده عندنا حاجات البشرة هننتقل لحاجات البشرة لو حابين اقول لكم منتجات ترتيب الشعر قولولي برضو هطلع اتكلم لكم عنها في فيديو لوحدها ترتيب الشعر في الشتة وكده قولولي وحطولي لايكات كده وانا ان شاء الله هطلع ايه اضبط لكم دا اول حاجة فيه منتجات البشرة للترتيب ابتدي باهم حاجة وهي البشرة البشرة ذات نفسها هتترطب ازاي لازم نستخدم مرتب يكون مناسب لنوع بشرتنا مرتب يكون اقتصادي مرتب يكون حاجة مناسب طبعا بالنسبة للغالة اللي احنا فيه دا البشرة الدهنية او المختلطة الميلة للدهنية تسمعني البشرة الجافة مش عارفة بصراحة فالبشرة الدهنية تستخدمي شانجل البشرة الجافة ممكن تستخدمي شان كريم انما انا ما عنديش خبرة قوي في البشرة الجافة لان انا بشرتي دهنية كلها فشانجل حلو جدا سيف وشتة انا اعتذروني على الاضاءة لان انا رينج لايت داتي في البيت تمام فشانجل كويس جدا حاجة مناسب جدا سعر مناسب جدا بشرة الوش يعني بتمتصه بسرعة فيه كمان زيت اللوز الحل وفيه فيتامين اي حلوين جدا لتجديد خلايا البشرة وكمان بيديكي ترتيب بس الترتيب مش الملزق الترتيب اللي بشرتك اصلا محتاجة فده احلى حاجة بتعجبني في شانجل تاني مرة اكرر العبوة دي بس انا خلاص اشتريت عبوة تانية اسمها درماتيك هجربه برضو واشوف ايد دانيا لان انا مش عايزة افضل استخدم برودكت واحد وضيع علي فرصة ان انا اجرب منتجات تانية كتير تمام بعد كده طبعا ترتيب العين من اهم اهم الحاجات خصوصا لو انت مامي زي وبتحتاجي جدا ترتيب العين بسبب الصهر وقلة النوم وكده فانا بستخدم المرتب ده من يورد دكتور سيرم للعين بستخدمه من صفحة اسمها زيوت هندي ده مش اعلان ولا حاجة ولكن ده كان سعره 45 جنيه قاعد معايا بالو سنة يجدعي مش عايز يخلص انا مستني اخلص عشان اقرر واجي برودكت تاني طحفة جدا بجد بيساعدني في تغذية عيني ترتيب عيني بيساعدني جدا ان الهلات عندي مزدش ان محيط عيني يكون شكله هالسي اكتر فعشان كده انا بحب جدا 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 وبجد يعني اعيز اقول لكم انا اعيز اقرره ولكن لا انا حب ان انا اجرب حاجات كتيرة لاني بقالي سنتين كاملين ما بستخدمشي غير البرودكت ده البرودكت ده لانه يعني كنت جايمة منه اتنين وقاعد معايا فترة طويلة جدا يا جماعة فبجد لا انا عايز اجدد عايز امونتج جديد للعين عشان اديكوا خبرة وفي نفس الوقت انا عايز امونتج جديد حضرتك يعني خلاص بقى زي المهم اخر برودكت معايا النهاردة وهو للشفاف طبعا ترتيب الشفاف مهم جدا شفافنا في الشتاء بتجف بتشق شكلها مبقاش لطيف اللون بتاعها مبقاش وردي اللون الهلسي للشفاف بيبقى لونها غامق وبتبقى مش لطيفة خالص ولا بيبقى فيه شكل انسوي ولا بيبقى فيه شكل عيدل اصلا فعشان كده لازم نستخدم مرطب حميك يديني لمعف شفافي يخلي شفافي وردي يخليها هلسي اكتر فالمرطب بتاعها الشفاف اللي انا بستخدمه الفترة دي المرطب ده من تندر كير من أورفلام ده شكله بسه بيتفتح كده طبعا طبعا انتم عارفينه كل الناس اللي بتحب منتجات أورفلام أكيد أكيد هتكون عارفاه بحبه جدا عجبني جدا شكل الباكتج بتاعته أمورة شكل الباكتج بتاعته نظيفة جدا تقدري تحطيه في شنطتك بحبه قوي باستخدمه فوق اللابستك وباستخدمه لوحده وحاليا أنا أصلا حطه زي ما انتم شايفين فهو من الحاجات الطحفة جدا لان انا برشحالك وبشدة وسعره لما كنت جايبها كان سعر 35 جنيه حاليا سعره 50 جنيه ممكن ينزل عليه عروض في الكاتولوج وممكن كمان بيبقى فيه سيلر بتعمل عروض وبتبيع بسعر الكاتولوج فممكن تجيبهه بنفس السعر اللي أنا جبته حلوة جدا حبيته وده بريحة الورد في منه رواح تاني وبس كده حلوين أتمنى الفيديو بتاعي النهار ده يكون عجبكم تيلي لايك الفيديو واشتراك وكومنت عشان تشجعيني أملكم من نواية الفيديوهات دي كتير باي